السلام عليكم ورحمة الله شباب بالنسبة لموضوع الأداس اللي بيسألونا الشباب كل يوم السعر بيختلف ومش قادرين يميزوا بدنا نشرح لكم شو يعني أداس سيستم الأسعار مالتو كيف انت سعر احنا شرحنا في فيديو آخر كيف انك انت شو يعني أداس شباب اذا عندك انت اذا ما عندك تابلت اول شي بدك جهاز كمبيوتر عشان تشتغل علي الأداس هذا الأداس تابلت العادي بيشتغل 980 بيشتغل على 990 على 919 على الألترا هذا الأداس يعني بتفعل تفعيل يعني بالإضافة انه هذا برنامج بيفحص يعني او الكابلت بيفحص لك او الجهاز بيفحص لك كشفة طالة ومسحة طالة وبرمجة بالإضافة هذا بتقدر تفعل علي الأداس هم بيقول لك احنا من بيعك ايام فعل جاهز ب 18000 طبعا احنا عادي من بيعك مثلا 908 تبيعك ايام تقريبا ب 7000 بالإضافة لتفعيل الأداس علي 3500 تقريبا تكلم عن 10 ونص يعني منوفر عليك هذا المبلغ انساه تمام هذا بالنسبة لللي ما عندهوش اللي عنده منفعله اياه المفروض منفعله ب 3700 وممكن منفعله اياه باقل 3400 3350 يعني اذا عندك كمبيوتر انت مثلا يعني موجود عندك في الورشة احنا مستعدين يعني نرقص لك اياه من أهله انه صير يشتغل أداس بالقيمة هاي لانه انت رح تشتريت الكتات هذه اللي رح احكي ما باعي عنها بعد شوي ما رح تشتغل معك إلا انت انت انفعل الأداس هذا الأداس له باكيجات لما واحد يقول لك والله سعرت لك الأداس 25000 واحد يقول لك سعرت لك 50 واحد يقول لك سعرت لك ب70 بدك تفهم انت شو الفرق وليش جد سعر لي ب70 وهذا ليش سعر لي ب15 وهذا ليش سعر لي معينتها فهاي الكتات اللي بدنا شرح لكم عنها في الستاندر بكيج شايف هذا الستاندر بكيج هذا هو هذا ب27000 او ب28000 وهم بقول لك بيعوا ب28000 انا مستعد لبيعه باقل تمام شركة المهندس الان شو هذا هذا بتكون هذا الكت شايفين شو هذا فيه فيه مين فريم هذا شايفين الفريم هذا هذا مين فريم هذا اللي بي قعدين عليه الكاميرات وقعدين عليه بعض البتيرنات اللي هو الفوكس فاجين بتيرن أمور هذي تمام هذا بالإضافة لا هذا طبعا الرسمي غلط هون لازم اضاف لك بس هاي اللي هو بلزق عليه العواكس تمام هذا للكاميرا طبعا الصورة غلط بس يعني المهم كل بصير عندك البتيرن كامل هذا وفيه كمان اللي هو هذا الفوكس فاجين والاودي والغولف مجموعة الفاق يعني غولف اودي فوكس فاجين ثلاثة هذولة بتعيير عليهم اللاند دي بارتر وورني اللي هو معاير المسرب الالتزام بالمسرب طيب وبيتجي معايا شباب اللي هو كل الكلام بهذا اللي بحطه على العجل زي هيك والعاكسة اللي معاه بحيث انه ايش بتقدر تعرف المسافة ما بين الماني فريم وما بين هذولة طبعا بالكت هذا دير بالك بتقيس مانيوال انت بالمتر بتقيسه بالمتر بتقيسه من هون الهناك بس اذا بدك في كاميرات ليزر تشتريها هاي بتكون غالية فمن هون بكمن انه اللي بسعر لك الكاميرات الليزر اللي بتضرب ليزر بدين عاكس من هاي بكون سعرها اغلى رحها كانها بعد شوي وعندك بيجي معاها المرسيدس لان كيب فتيرن اللي هو الالتزام بالمسرب مالك المرسيدس العاكسة تباحها وبيجي معاك هذا طبعا هم مشوفوا راسمينه هيك هذا ترى واحد قطع وحدي بس هاي اللي بتنحط على الكت هذا اللي قلتلكم اياه هذا هو هذا شايفينه تنحط عليه عشان تعكس اللي هو الادابت كروس كنترول او اللي هو اللي هو اللي هو الكروس كنترول تمام طبعا بورش بي ام نيسان هذا بيسيك كت ما رح يسوي لك كثير هذا قلنا سعره 28000 في كت ثاني اسمه اداس الدين بلديو لانو ليش لانو هذا بتبرمج عليه اللي حافظ على المسار هذا بيجي معاها تقريبا ب 17 عاكسة يعني كل اشي ذكرناه بالاول اللي هو زي ال basic كتب بالاضافة ل 17 او 18 عاكسة معددتهم مش حس ان نشوفهم اللي هو مو هذو اللي شايفينه صلى راه راح شرح لك عنهم هذا الكتب نباع بتسعة وثلاثين ألف درهم أو تسعة وثلاثين ألف ريال راح نعملكم خصم عليه إن شاء الله بنتكلم فيها بس اتفرج العواكس اللي هاي وفوكس فاجن لان دي بارتر وورنينج أودي بورش تويوتا ليكسس مرسيدس نيسان هوندا هاي الأمور تمام هذا بيبيعوه بعشر تلاف دولار يعني تسعة وثلاثين ألف أو أربعين ألف طبعا قلت لكم السعر بنشتغل عليه من رعيكم فيه مش مشكلة الآن شو عليه هذا؟ هذا التارغيت بورد rzeczywiście هنا هذا تبع هوندا بس من نوع آخر هذا مثلا تبع التويتا تمام والليكسس محافظة على المسار هذا مثلا التويتا وليكسس يعني انتشوف واحد منهم بيجي على اليسار واحد على يمين كل واحد منهم بيجي اثنين شوف هذه الاثنتين هذا اليسار يمين هذا مثلا لل офينيتي يسار يمين هذا مثلا للهنداي والكيا تمام هذا باتين الرقم اثنين هو حتى الجهاز بقول لك اقط ال باتين الرقم اثنين وبعطيك صورته علشان ما تقولش انه في اختراع سهل الشغن تمام هذا مثلا بقول لك الان كيب ديسبلين هذا للمرسيدس حلو طبعا هذا للهنداي والكيا الآن هذا الكت قلت لكم عنه هذا المحافظة على المسار شوف كله سعره هذا 40 ألف خلينا ننزل لكم فيه الكت الأرقة شوي اللي هو الباكيج وان شايفين الباكيج وان هذا هذا شوفي هذا فيه العواكس اللي ذكرناها وفيه البتيرن الأولاني وفيه الزيادة اللي هو معايرة الادابت في كروس كنترول اللي هو معايرة اللي هو مثبتة سرعة تمام هذا بيجي معاه هذول اشوف رفلكترات هذا كورنر رفلكتر هذا هذا كثير كثير مطلوب هذا الكورنر رفلكتر هذا للبلايند ديسبوت كمان للنقطة العمية وبيعاير كمان الكروس كنترول للهندا والهنداي تمام واتوقع كمان للمازده وبيجي معايا سيدي هذا اللي هو كليبريشن أوف كنتلنت الرادار هذا اللي كنتلنت الرادار تبع النسان والإنفينيتي تمام طبعا نحط لكم سعر كمان كل واحد من باع بمفرد بس لو بدك تأخذ مثلا هذا وهذا جمعا أباعد كلهم بيطلع لنك ترشتري الكت أرخص لك شوف هذا بيجي معاه كمان الليزر لاين هذا بيدعم كمان هذا فيديو كاميرا بدعم الكية تمام وهذا عندك اللي هو تبع النايد فيجين للمرسيد سبينز النايد فيجين للمرسيد سبينز وهذا النايد فيجين يعني بعاير الكاميرات الليلية إذا صار عندك معايرة الكروس كنترول والكمان اللي قولوا معايا كنتلنت الرادار تبع النسان وكمان معايرة الكاميرات الليلية النايد فيجين هايو شوف كتير شغلات ODI VW GM Board يعاير لك الكاميرات النايد فيجين والمرسيد سبينز تمام وكمان بعاير لك قلنا لبليند سبوت النقطة العمية هذا الكت بيجي معاه كمان الرادار كليبريشن هذا بيعايا بيسوي لك الرادار كليبريشن تبع النقطة العمية للفوكسفاجن للبورش للمازدا تمام وكمان بيجي معاه اللي هي التاركت بورد تبع الفوكسفاجن الاراوند فيهيكي المنترقل اللي هو كاميرات الـ 360 درجة وبيجي معاه كمان اللي هو الـ Vox Vagin Pattern اللي هو تبع الكاميرات الخلفية الـ RCW Rear Camera و الـ Around Vehicle Monitoring للـ Vox Vagin وهذا عندك كمان الـ Around Vehicle Monitoring و كاميرات الـ 360 درجة للـ Honda إذن صار يعني دابته في Cross Control اللي هو معايرة مثبت الترعة معايرة الـ RCW و الـ Blind Submit للنقضة العمية و الـ Night Vision يعني صار كل شيء تقريباً وهذا الـ Around Vehicle Monitoring للـ Cadillac وهذا عندك الـ Around Vehicle Monitoring هذا الـ Rare Camera هذا الكاميرات الخلفية تبعت المرسيديس بيز وهذا كمان اللي هو الكاميرات الخلفية تبعت الـ Nissan والـ Rare Camera اللي بتشتخدمها لمعايرة الكاميرات الخلفية إذن معايرة الكاميرات الخلفية ها يشوف هاي الشغلات بتيجي معا و الـ Around Vehicle Monitoring لبعض السيارات كمان عندك اللي هو معايرة النقاط العمية و معايرة المثبت السرعة و معايرة و كمان الـ Land Discipline هذا كل ياته سعره هذا ستة و خمسين ألف ستة و خمسين ألف خلينا ننزل في كت اللي هو أعلى إشي هذا فيه إضافة بس إنه بيعطيك معايرة كاميرات الـ 360 درجة للـ Porsche و للفورد لما بدهو شيئا ما يأخذش هذا هذا ثمان و واحد و سبعين ألف أو ثنين و سبعين ألف قلت لكم السعر و بنشتغل عليه بس هنعطيكم فكرة مبدئية هذا عندك هذا الفورد هذا الفورد يجي فيه كمان للـ Volkswagen والـ Porsche النوع الآخر اللي هو يعيّر اللي هو هذي بتحط نحيول السيارة عشان تعيير الكاميرات الـ 360 درجة الآن اللي اشترى الـ Basic Kit مثلا إذا اشتريت Basic Kit مع لهوش عواكس تقدر تشتري بس العواكس شوفهاي حاملة العواكس مع العواكس 18 أو 19 واحدة مع تبعات الكيا والهنداي هذا كل ياته سعر خطة 1500 يعني نتكلم عن 1200 12800 درهم أو 12800 ريال سعودي هذا بتقدر تشتري وفيه عواكس أخرى هذه العواكس كمان شوي عواكس اللي هن الالتزام بالمسرب تبعاً نيسان والمازدا والمرسيدس هذا بتشتري بقيمة خلينا نعمل سايلنت للجوال تمام هذا بتشتري بقيمة 8710 وإذا بدك اوبشن 1 اللي هو تبعاته نايت فيجين تمام وتبعات الـ الـ و هذا سعره 1300 الآن إذا يعني صار عندك فكرة انت شو الكيتات الموجودة بملخص الكلام بدك بدك بس تعير بتشتري الـ هذا هو لمجموعة تشتري الـ الـ 27000 درهم حلو بيجي معاه بس وبالمستقبل بدك تشتري عواكس عليها بتقدر تشتري عواكس عليها لانه معاه رويلك لامز ومعه كل شي بننزل لتحت من قلكم إذا بدك تعير بس المسرب والالتزام المسرب واللان دي بارتشر وورنين الـ مشان هيك حتى بسموه الـ لانه هذا بعير لك المسار المسرب يعني بتقدر تحذير جديدة التي تطلب منه المسرب هذو معاهرة الكاميرات Company بـ تسعة وثلاتين ألف بدك التدخل في موضوع ننزلي تحت مرة ثانية ونقولكم بدك تدخل في موضوع اللي هو معاهرة مثبت السرعة معاهرة الكاميرات الليلية معاهرة معاهرة النقاط العمية معاهرة كمان نايت فيجين الكاميرات اللي هو الليلية هنا ومعاهرة كمان الرادي هذا كله وبتدخل فيه بكت الـ 56 ألف بدك تعيّر الكاميرات الـ 360 درجة للبورش والبوردك الضيفة لتدخل بالكت هذا يا شباب هيا أنا مستعد أود التسعير هاي لكم تشوفه وتطلع عليها ما فيه مشكلة اللي راسلني وتصبر سلك إياها بتشوفه لهذا ها بس عشان تفهم شو الفرد لا فيه موديل هذا بيسموه الأداس فيه موديل اسمه IA 800 IA 800 عبارة عن هذوله إذا واحد يسعر لك الـ IA 800 هذوله الكت هذا مثلا أي كت من هذوله بس بيضيف لكي الكاميرات الكاميرات اللي هون أنا مش عارفة إذا واضحة الصورة دعني اوضح لكم إياها عن الـ IA 900 دعني نشوف هاي شوف هذا الأداس هذا اسمه IA 9000 هذا شو بختلف الـ IA 9000 بختلف عن العادي إنه فيه أول إشي شاشة هاي الشاشة بتأخذ إشارة من جهاز الفحص عن طريق بلوتوث تمام؟ تعرض لك الموضوع اثنين إنه فيها الليزر كاميرا هذوله كمان إنها بتعاير كمان اللي هو قولوا معاي اللي هو الـ 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 تمام؟ يعني يعني أنت تعرف قبل ما تعمل الأداس بدك تروح تعمل الـ و بعدين تعمل الأداس لازم تكون عامل الـ الـ والسيارة واقفة بطريقة كويسة وبتعمل الأداس بس دعني نكون واقعين الـ الـ يعني صراحة نحن حكث لا شركة أوتل بس بالـ عندك في شركات كثيرة ممكن أقوى وأفضل مثل هنتر الـ الـ الداخلي عليها جديد بس برضو عندهم ويل ألايمن هذا الـ تلات بسوي لك كل شيء يعني بسوي لك الأداس بسوي لك الـ الـ خلية أعلم أرجيكم أسعاره شوف هذا سعره هاي الكاميرات شفتوها هاي الكاميرا اليسارية الكاميرا بالنص الكاميرا الكاميرا هذا بتقيسه بشكل اوتوماتيكي عن طريق الكاميرات هذه بينما بالبضع الطبيعي بدأك سيدي ايش تقيس يقول معي بدأك تقيس بالمتر إذن هذا الستاند تبعه حتى اكتغف هذا نقول لكم سعره هايو سعره بسم الله مرحيم هايو سعره 68000 الكت كله الكت شوفي في الكاميرات الليزر 3200 الكاميرا الوسطى وفي هذا يعني زي هذا زي كمبيوتر موجود زي كنترولر بحطه موجود بيتعلق هون بالضبط هون تمام وفيه كمان الويل كلامز اللي هين بيعني بركبن على العجلات واحد على يمين واحد على يسار هايو حاطر لك واحد يلفت واحد يرايت وحاطر لك كمان العواكس الفرنت ويل هذول بيتركبن على الفرنت ويل تمام تارجت فنتينه كمان حلو وبعطيك تتش LCD بس LCD هذي قلنا والبريك لوك وهاي عندك الستيرنج لوك وعندك الوجب لوك هذا اذا اشتريت الـ i8-9000 لازم يا شباب تشتري معاه اللي هو الألترا أداس ألترا ما بيمشي معاها 999 ولا بيمشي معاها 919 ولا بيمشي معاها 999 لازم حصرا تشتري الألترا بديك تشتري الألترا هم سعر لك ياه حوالي 20 ألف إحنا سعرنا أقل بكثير بس هذا السعر بدنا لك المبدعي أو إذا بدك تفعلي الأداس تفعيلة عندك ألترا بدك تقدر تفعلي الأداس بـ 3500 درهم خلينا شو كمان طبعا شوف هذا هذا بدون العواكس يعني هذا هذا بدون العواكس إذا كتشتري له العواكس إذا كتشتري له العواكس إذا كتشتري له العواكس ثاني يعني شوف هذا انت بتدفع قاعد هيو بتدفع 68000 إذا كتروح تشتري له كمان العواكس لأنه هاي الكاميرات غالية الكاميرات هاي غالية أنا عشان يعني عشان أسهل عليك الموضوع اللي بده بس يعاير الأداس سيستم ونقول له ما فيش داعي تشتري الـ i8-9000 لأنه هذا للـ wheel alignment ومش كتير قلنا يعني هم والـ wheel alignment الكويسين فيها فأنا ببيعك كت اسمه i8-8000 بدون wheel alignment مع الكاميرات الليزرية هاي مع الـ wheeling lamzo مع كل شيء وبتشتري له العلاقات من يوم تشتري له العلاقات من هون اللي هني عفوا العواكس هاي العواكس هاي العواكس العواكس تقدر تضيف من إضافة من هون ها شوف هاي العواكس بتشتريهم بكج واحدة أو إذا انت مثلا هاي شوف البكج هذا هاي سعره 12800 كل العواكس اللي بدك إيها تقريبا وإذا فيها العواكس تبعات المازدة والمرسيدس بك تشتريها بتشتريها بـ 8000 طبعا للأمانة انا بقول لك حتى العواكس السعية في شركات بتبيحها بسعار أقل بدك تشتري منها اشتري وهاي المعلومة للإفادة واعطاعك سعر مبدعي اشتريت من عندنا أو من غيرنا ويعطيكم ألف عافية يا شباب جعلنا تشتريها اشتركوا في القناة